اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل نستعرض فيها بالارقام والتحليل اداء مؤشرات البرصة المصرية التي ارتفعت بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء حيث صعد مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 84 من 100% من قيمته مسجلا 7346 نقطة و54 من 100 نقطة وزاد مؤشر الاسم الصغيرة والمتوسط اي جي اكس 70 بنسبة 12 من 100% مسجلا 392 نقطة و43 من 100 نقطة كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 8 من 100% منهيا التعاملات عند 846 نقطة و62 من 100 نقطة كما امتدت الارتفاعات الى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبية الذي صعد بنحو 48 من 100% مسجلا 6971 نقطة و93 من 100 نقطة نتحول الى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم حيث كان قطاع العقارات الانشطة وتصدر القائمة بنسبة 20 و93 من 100% تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 18 و41 من 100% وجاء قطاع البنوك ثالثا بنسبة 18 و24 من 100% بينما حل قطاع منتجات منزلية وشخصية رابعا بنسبة 10 و31 من 100% بالنسبة لفايات المتعملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 83 و27 من 100% من اجمالي التعاملات كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع ايضا وحصلوا على نسبة 54 و52 من 100% من التعاملات بينما اتجه الاجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 12 و21 من 100% يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الافراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 39 و32 من 100% من التعاملات في حين مالت المؤسسات الى الشراء وحصلت على نسبة 67 من 100% من التعاملات وعن الاسهم الاكثر ارتفاعا تصدرها سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 17 من 100% تلاه سهم الدلتا للسكر بنسبة 25 و23 من 100% ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 84 من 100% وحل رابعا سهم النصر للملابس والمنسوجات كابو بنسبة 44 من 100% اما الاسهم الاكثر انخفاضا فتصدرها سهم الصيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 63 من 100% ثم سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 43 من 100% تلاه سهم مصر للالومنيوم بنسبة 33 من 100% ثم سهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بنسبة 23 من 100% هذا وقد ربح رسو المال السقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو مليارين وثلاثمائة مليون جنيه الأستاذ ياسر عمارة خبير أسواق المال أستاذ ياسر أهلا بك دعنا أولا أن أستاذ ياسر ومشاهدين الكرام نخرج إلى تقرير يرصد بالتفصيل أوضاع البورصة في جلس التعملات اليوم ثم نعود لنبدأ تحليلنا مع الأستاذ ياسر عمارة مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين الأجانب أفراد ومؤسسات قابله عمليات بيع للمصريين وصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات السلساء آخر جلساتها قبل بدء عطلة عيد الأطحى المبارك وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 448.3 مليار جنيه بعد تدولات متوسطة بلغت 705 مليون جنيه كوى الشراء كان بتحكم فيها المؤسسات الأجنبة والأجانب نفسهم كان فيه بيع من جانب المستثمرين العرب والمصريين وأنا بقول أننا شايف أن وجد نظر الأجانب أفضل وخاصة أنهم بيقولون أنهم شايفون أن دي فورس الشرك وعيسة جدا في دماء قطاعات أسعار متدنية فدي فورس الشرك وهو ده اللي حصل من وجهة نظر الأجنبي مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس ثيرتي ارتفع بنسبة بلغت 84 من 100% مسجلا 7346.54 نقطة كما ارتفع مؤشر الأسومة الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سيفينتي بنسبة بلغت 12 من 100% وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا مسجلا ارتفاع بلغت نسبته 8 من 100% أعتقد أنه ممكن بعد العيد ان شاء الله مع دخل رؤوس أموال جديدة ومع بداية دور رؤوس أموال جديدة بعد الأجازة التويلة ان شاء الله أعتقد أن الأجانب هيجنوا أرباح من النتيج أنهم اشتروا النهاردة بأسعار متدنية البورصة المصرية أعلنت أنها في عطلة رسمية اعتبارا من الغد بمناسبة الاحتفال بعيد الأطحى المبارك وتستمر العطلة لمدة خمسة أيام على أن تعاود البورصة المصرية نشاطها اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السامن والعشرين من سبتمبر الجاري من مقر البورصة المصرية أندرو كامل النيل نبدأ مشاهدين الكرام تحليلا الآن مع الأستاذ ياسر عمارة أستاذ ياسر أهلا بك مرة ثانية السوق تواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي أسباب هذا كما تراه أولا كل سامن الطيبين كل سامن الفايت السوق دي تاني جلسة على التوالي بعد الزبط كده وبعد تشكيل الوزاري الجديد وبعد ما استوعب كل الأخبار الإجابية الموجودة في اعتقادي أن السوق حيستمر بعد العيد إن شاء الله في الأداء الجيد نظرا لأن ابتدى حجم التداول وحجم التداول السيولة ابتدت إلى حد ما يتبقى مستقرة على الوضع الحالي يبقى الاتجاه دلوقتي على أسعار الأسهم وليس على حجم السيولة اللي داخل السهم بمعنى أن معظم المستثمرين اللي بتعامل الوقتي ينطقوا بعض الأوراق المالية الغير مسعارة بقيمتها الحقيقية واللي وصلت لمضاعفات ربحية متدنية جدا أصبحت السوق دلوقتي مفتوح ومكشوف يقدر أي مستثمر يختار ويناء المحفظة اللي تقدر تتناسب مع حجم استثمارات لكن طبعا هي المشكلة الأساسية اللي ما زالت للأسف أتطولت شوية صغيرين إن بعض المستثمرين حققوا بعض الخسائر خلال الفترة اللي فات حضرتك لو تلاحظ أن التزبذبات عنيفة جدا 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 في جميع المؤشرات سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية تزبذب عالي جدا يومين يطلع 4 و 5% ويومين ينزل 3% طبعا أنا بكلم على مستوى برصات العالم سواء أمريكا أو أوروبا أو آسيا حتى الصين بالتحديد حجم شكل التزبذب اللي موجود على المؤشرات والتعامل اللي موجود ده بيخلي فيه حذر إلى حد ما فيه دخول السيولة كتير لكن موجود انتقاء ففيه محافظ بيتم انتقاءها حاليا ده اللي بيأكد إن شاء الله أن الاتجاه يكون في الصعب طيب أستاذ ياسر يعني إحنا دلوقتي رأس المال السوقي حوالي 448 مليار و 300 مليون جنيه حضرتك شايف إحنا كنا من حوالي مثل أن شهر كنا فيه 500 مليار أو أكثر حنوصل للمستوى اللي إحنا كنا عليه دوت فيه غضون فترة قريبة أم إحنا لسه قدامنا فترة طويلة إحنا وصلنا لـ 600 و 620 مليار كمان إنما هي طبعاً انخفاضات اللي حدثت هو موجات التصحيح اللي حصلت على بعض المؤشرات وعلى السور المصري ده اللي أدى إلى انخفاض القيم السوقي وده إذن بقول لحد رأس المال السوقي اللي موجود دلوقتي الـ 448 مليار هو لا يعبر عن قيم الشركات اللي موجودة فالتنشيط دلوقتي اللي موجود في البورصة في الحقيقة على جذب شركات زيادة رؤوس أموال كبيرة للقيد في البورصة سواء لأول مرة أو زيادة رؤوس أموال في الحقيقة في ألية يعني معظم الشركات بتدت تتبيعها دلوقتي اللي هي بتعمل زيادة رأس المال بالقيمة العدلة في الحالة دي بيقدر أنه هو يطلب زيادة رأس المال بس بالقيمة العدلة للأسهم الشركة وليس بالقيمة الإسمية كما هو متعرف فبالتالي ما بيظهر القيمة العدلة عن طريق مستشار مالي مستقل للشركات متخصصة في هذا المجال تقدر أنها بتفسح عن القيمة الحقيقية لسه اللي هي في تصوري والبعض الاختبارات اللي حصلت على بعض الأوراق المالية المتدولة إنها القيمة الحقيقية لها أقل مما يتدول حاليا طب أستاذ ياسر هل السبب الوحيد في استمرار الأرباح والارتفاعات دوات إن أسعار الأسهم أصبحت مغرية للمستثمرين أم أن هناك أسباب أخرى ربما تكون قد طرأت من وجهة نظر المستثمرين لا هو في أسباب أخرى طبعا بالإضافة إلى أن تقييم الأوراق المالية المتدولة هو تقييم غير عادل إلا أن في أسباب أخرى كتير طبعا موضوع الاستقرار السياسي اللي احنا دخلين عليه من استحقاقة الثالث بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب مع برضو المجموعة الوزرية والحكومة الجديدة في بعض التفاول في موجة تفاول شوية بين الأوساط المتعاملين في السوق دلوقتي إن ما تنساش حضرتك برضو إن إحنا مرتبطين ولو بشكل بالأسواق المالية العالمية والأسواق الأوروبية وبخصوصها من الصين وما تفعلها حاليا من إنها عايزها تاخد موط قدم في وسط الدول العظمى بإنها تكون ذات عملة احتياطي مثل أمريكا واليابان وإنجلترا فبالتالي الاضطرابات اللي بتحصل دي هي تغيير هيكلي في شكل الموازين النظام المالي العالمي فهذه التغييرات اللي بتحصل والتبزة والزعوبات العنيف والشواهد اللي بينها وتؤكد إن دي حالة مؤقتة وده أكبر دليل إن أمريكا عفوا إن احتياط الفدراج الأمريكي في اجتماعه للأخير الخميس الماضي سبت سعر الفايدة ولم يرفع طيب لو عودنا إلى جلسة التعملات اليوم ونظرنا إلى أداء المستثمرين هنجد إن المصريين بيستمروا في اتجاههم البايع إيه يعني اللي بيؤدي بالمصريين المستثمرين إلى هذا الاتجاه البايع اتجاه بايعي بس مع ثبات مؤشرات وارتفاح مرضو ده لازم نربط بين الحالتين اتجاه بايعي ونتلاقي ان الاتجاه البايع هو بيماسك قبل الأجازات بفترات طويلة دايما ودي دورات معروفة ما بيبقى فيها أجازة أربعة أو خمسة أيام فهو غالب المصريين هم نعم المصريين معظمهم هو اللي بيتخلص بجزء اللي عايز يجيب خروف عايز يضل يتجاهز بالعيد يعني فهتلاقي حتى حجم البيع مش بكمية كبيرة لكن المؤشر طبعا بيتأثر إنه هو مرتفع طيب لو نظرنا إلى ده المؤشر الثلاثين اي ج اكس ثلاثين هنجد إنه هو ارتفع بحوالي 84 من 100% مقابل ارتفاع طعيف للمؤشر اي ج اكس سبعين بحوالي 12 من 100% حضرتك شايف يعني أداء كل من أو أداء كلا المؤشرين ايه كل المؤشر بيرتبط بالظروف الاقتصادية العامة الموجودة في البلد وحجم المستثمرين اللي بيتدولوا عليه في الشريحة الكبيرة هي اللي بتتدول على المؤشر اي ج اكس سبنتي سبعين لأنهم مشروعات صغيرة والمتواصلة اللي هو بتاع الشركات الصغيرة أو المتواصلة فبالتالي هذي الفئة اللي أكثر تحركا على هذا المؤشر هو تلاحظ إنه هو ارتفع في اليومين اللي فاته أعلى ما ارتفع من اي ج اكس سيرتي وقت اللي ارتفعت فبالتالي هو خلص الدورة بتاعته وبتدى الوقت اي ج اكس سيرتي هو اللي ياخد الدورة التالي اي ج اكس سيرتي طبعا بفعل الاسي اي بي كوزن مؤثر فيه إذا كانت عمليات تصحيحية هتبقى عمليات بسيطة لكن مازال الاتجاز النقطة المحورية إنه هيكسر السبعة تلاف وخمسمائة نقطة ثم يواصل بقية الرحلة مع الأخبار العالمية أما بالنسبة لأي ج اكس سيرتي اعتصار إنه هو هيبقى عليه حركة عالية جدا مع التفاؤل اللي هيكون موجود لإنه معظم معظم المستثمرين اللي بيتعاملوا على المحافظة الصغيرة أو الأوراق الصغيرة معظم هم يبتدوا هيخش في دورة الأعمال النشطة بعد استحقاقات المدارس وبعد الاعياد فنحب نسبة لنا بنعتبر ده موسم التعامل في البورس طيب أستاذ ياسر إلى أي مدى بيترقب المستثمرون الانتخابات البرلمانية المقبلة وهل هي مؤثرة بشكل أو بآخر على تعاملاتهم أو اتجاههم العمليات في السوق سواء بالبايع أو بالشراء أو بالاحتفاظ بمحافظهم المالية هنا لازم نفرع بالنوعين من المستثمر المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي أو العربي المستثمر المحلي هو عارف كويس قوي أنها مقارطة الطريق ماشية في طريقها وهو يعني يمكن ملهاش تأثير جامد موضوع انتهاء الانتخابات مجلس الشعب بالعكس هو في الحالة دي هو بيقولك أنا عندي فرصة أنه نقدر أن أنا أقف على رجل تاني أقدر أشكل محفظها ونوعها بشكل محترف بشكل يؤدي لتحقيق أرباح ونتائج إيجابية قبل استحقاق مجلس الشعب في اعتقاد أن تأثير انتخابات مجلس الشعب ابتدى منذ الإعلان اليوم الأول عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب قربما بنوصل للاستحقاق نفسه بيكون السوق استوعب هذا الخبر فبيبتد أنها يتعامل مع حدث جديد ما هي شكل القوانين التي سوف يتم مناقشتها المرحلة الجديدة هل هي مرتبطة بالاقتصاد والضرائب بالصفة عامة ولا مرتبطة بالأمن والسياسة والدبلوماسية فأعتقد أنها دي هتاخد وقت مش قبل ست شهور على الأقل بعد المجلس ما يتم انتخابه نبتد نشوف القوانين والقرارات اللي ما تتم طيب طيب إيه أبرز اللي بيتنتظروا السوق المصرية من الحكومة الجديدة ومن المجموعة الاقتصادية على وجه التحديد ها في الحقيقة كل الموجودين والمتعاملين في السوق بينتظروا استراتيجية واضحة واضحة المعالم بمعنى بمعنى يعني أحط خطط لمدة أنا بقولش عشر سنين وخمس عشر سنين أحب أقول قصيرة تلاتة وخمس سنين الحكومة تعرضها بشكل محترف بشكل واضح بشكل سهل الفهم يتناسب مع البيئة المحيطة اللي احنا بنتعامل فيها إن المستثمرين محتاجين رؤية أو حتى المصريين مش الأجانب بس حتى المصريين أتصور أن بعض المشاكل بتدت تتحل ممكن تطمين محافظة البلنك المركزي بالنسبة لتحولات الأجانب المستثمرين على نهاية كنتعطلة طب منهم وقال لهم إحنا ماشينا على الموضوع الملف ده كويس قوي وبنقدر ندبر الدولار أتصور أن تحكم البلنك المركزي في سعر الصرف مش تحكم يعني الإساطار عليه أو إدارته بشكل محترف ده بيدي مصداقية وثقة في الاقتصاد المصري فترة اللي جاية الناس مستنية حوافز أكتر للبورصة حوافز تعديلات قانون سوق المال اللي بيتم منقشتها حاليا يريد يخلص منها بصورة تعديلات أبرز التعديلات اللي بيترقبها أو بيأمل المستثمرون أنها هتكون موجودة في التعديلات الجديدة والله التعديلات هتشمل حاجة للمستثمرين وحاجة للعاملين في مجال الأوراق الماليين يمكن اللي هتلعكس على أداء الشركات العاملة في الأوراق الماليين احنا نتكلم من الأهم وتعديل موجود وأنا شايف من وجهة نظري هو إنشاء اتحاد خاص للعاملين بسوق الأوراق الماليين هذا الاتحاد إذا تم تأسيسه وتم إنشاؤه وانتخاب مجلس إدارته صار أنه هيعبر ويقدر أنه هيوصل صوت ماذا يحتاجه السوق وماذا تحتاجه البورصة في المرحلة القادمة طيب أخيرا أستاذ ياسر أبرز القطاعات النشطة إحنا زي ما احنا قلنا في الأخبار إنها كان قطاع العقارات تلاها بعد كده القطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وبعد كده قطاع البنوك حضرتك رؤيتك ليه هذه القطاعات النشطة أو هل هناك من قطاع ربما يكون له الغلبة في الفترة المقبلة ويكون أعين المستفنرين عليه لاحظ حضرتك أنه كان التنافس خلال التسعة أشهر اللي فات وكان بين ثلاث قطاعات دلوقتي دخل قطاع أو قطاعين جدادة على التنافس كان الأول بين الاتصالات وبين البنوك وبين الاتصالات وبين العقارات وبين الغير هادفة المؤسسات المالية الغير هادفة الرب كان دلوقتي الثلاث قطاعات اللي هم مسيطرين دلوقتي بقى قطاع العقارات لأنه ملازق آمن في الظل للترابط اللي موجودة دلوقتي سواء في شكل أسم أو في شكل عقار بقى قطاع البنوك بعد الأداء الجايد جداً اللي حقيته جميع البنوك المصرية بخيادة البنك المركزي هنا نتائج إيجابية جداً متماسك عدى الأزمة المالية في سنة 2008 متماسك جداً حتى في الأزمة المالية الحالية اللي احنا بوادرها موجودة فقطاع البنوك بالتالي هو جاذب جداً استقرار في مجلس إدارته استقرار في سياساته المالية استقرار في أسعار الفاني القطاع الثالث اللي هو موجود دلوقتي اللي هو الأول منتظر هو قطاع الخدمات الشخصية أو الصحية الكدامات اللي هي المنتجات الشخصية والصحية المنتجات دي هي دي اللي هتلاحز النهاردة كان يمسل حوالي 15 طب أخيراً أستاذ ياسر حضرتك قلت قطاع العقارات بما أنه ملاز أمن سواء في حية عقار أو في الأسهم ولكن البعض بيقول أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط خصوصاً أن دوت حيؤثر على العمليين المصريين في الخليج هل دوت حيؤثر أيضاً على قطاع العقارات؟ بالطبع بالطبع أن قطاع العقارات عليه طلب كبير وبالنسبة لأنخفاض أسعار البترون هو طبعاً من الأسف الشديد هو بيقابله الارتفاع في سعر صرف الدولار فبالتالي اللي استفاده من عقاش قوي 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 التصور أن الطلب هيزيد عن قطاع العقاري خصوصاً في فترة اللي فات دي من تحولات المصريين الخارج استفادة من رخص أو المعروض من القطاع العقار في النهاية نتوجه بالشكر إلى الأستاذ ياسر عمارة خبير أسواق المال شكراً نفد في كل سنة وحضرتك بي إلى هنا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا إلى ختم حلقة اليوم من برنامج مؤشر النيل في الأسبوع المقبل وبعد انتهاء إجازة عيد الأطحى المبارك حلقة جديدة فانتظرونا وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة